تصادف هذه الأيام السنة الثالثة للذكرى يوبيل الرحمة التي تتزامن مع إعلان قداسة البابا فرنسيس ليوم الثالث عشر من شهر أذار عام 2015 الاحتفالة بسنة الرحمة لتكون سنة فيها ننمو بشكل أكبر لقناعاتنا بالرحمة الإلهية إذ أننا جزء من سر المحبة الإلهية وحناني ورحمة الله نحن بهذه المناسبة مدعوون لاختبار فرح لقاء الله ونعمة رحمته واختبار محبته لنا واستجابة لنداء الرب أن نكون رحماء كالأب السماوي فأننا مطالبون بالوقوف إلى جانب إخوتنا المظلومين في كل العالم ندعمهم ونشد على أزرهم بكل ما أتينا من عزيمة وإخلاص فسنة الرحمة هي فرصة لوضع سر رحمة الله في قلوبنا لأنه سر التوبة والمصالحة مع ذاتنا ومع أنفسنا ومع الآخرين وتزامنا أيضا مع هذه الذكرى فقد احتفلنا في الأردن خلال الأعوام الماضية بتحقيق العديد من الإنجازات ومنها افتتاح مطعم الرحمة وحديقة الرحمة إضافة إلى العديد من الاحتفالات التي جسدت تلك الفضيلة الحسنة اشتركوا في القناة